ما يحصل الآن أختصلك يا بكلمة وحدة أنه انتهى وقت اللعب بالنسبة لميليشيات العراق وبدأ وقت العقاب والعقاب سيأتي بقوة والسبب هو أنه إيران صدق أو لا تصدق كان أحد دروع الحماية لها التي تستخدمها هو تغلغل عدد كبير من الذين يؤيدون إيران ويؤيدون التصالح مع إيران في إدارة بايدن البرحة واحد نشر لائحة 23 شخص يسربون معلومات إلى إيران ويتعاطفون مع إيران في البيت الأبيض هناك امرأة شخص الثاني في وزارة الدفاع أريانا طباطبائي تتراسل بشكل مستمر مع ضريف وتأخذ موافقته في التحرك ولذلك كانوا هؤلاء بمثابة صمام أمان وإنذار مبكر لإيران لما قد تفعله أمريكا لكن بعد أكتوبر 7 تغيرت الأمور أقول لك ليش تغيرت الطكياء بواقع سياسي حصل في الشرق الأوسط وفي العالم إسرائيل كانت عندها مشكلة داخلية أن أي رئيس وزراء إسرائيلي لا يستطيع القيام بعملية عسكرية كبرى لأنه إذا قتل جنود إسرائيليون بالعشرات أو بالمئات تنقلب الدنيا عليه يعني راح يطلعون الناس يقولوا له حماس قاعدة ما دا تسوي شي ليش دا تسوي عملية شبيرة وتخصرنا 200-300 جندي وتخصرنا مئات المليارات من الاقتصاد والعالم تطلع من الشغل وراء زم تروح تحارب فكانت يد الرئيس الوزراء سابقا مكبلة أكتوبر 7 فتحت هذا التكبل أصبح مجبرا أن يقوم بال وهناك تعييد شعبي في الداخل حتى إذا قتل مئات من الجنود هذا سيتقبله النقطة الثانية الخطيرة التي صارت أنه عملية كبرى ضد حزب الله في شمال يعني أن 100 ألف أو 200 ألف إسرائيلي في شمال إسرائيل يجب أن ينسحبوا أو يتركوا بيوتهم لأنه سيقتم قصفهم وهذا أيضا كان رادع لأي رئيس وزراء إسرائيلي أن يقوم بعملية عندما بدأ حزب الله في 8 أكتوبر بقصف شمال إسرائيل مما أدى إلى أخلاء شمال إسرائيل ما حصل هو أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي استغل هذه الفرصة أنا لدي الشمال إسرائيل فارغ ولدي موافقة الشعب الإسرائيلي وأنه سأقوم بعمليات غير محدودة عسكرية فانفرد وبعدين عرفه إسرائيل أن هناك أطراف في داخل إدارة بايدن تسرب لإيران هذا واضح ولذلك أصبح رئيس الوزراء ناتنياهو إسرائيل يعني حصان منفلت يفعل ما يشاء وبسبب ضعف الإدارة الأمريكية وبسبب زخم الانتخابات الهائلة التي يبدو أن ترامب سيفوز بها أصبحت الإدارة الأمريكية عرجاء الحالية إدارة بايدن وغير قابلة على أن تفرض رأيها كما استطعت أن تفرض رأيها في السابق وغير قادرة عن تؤثر على الرأي الداخلي في إسرائيل لإيقاف كبح ناتنياهو وأفعاله ولذلك أنا أقول لك منا إلى الشهر الثالث أو الشهر الثاني أو الثالث من 2025 إسرائيل لديها مطلق الحرية أن تفعل ما تشاء